حنتكلم اليوم عن أحداث حرب أكتوبر بالكامل وحنفهم سبب حدوث الثغرة في صفوف الجيش المصري وهل بالفعل الجيش الصهيوني طوق الجيش المصري حنعرف القصة الحقيقية التي زيفت وكيف كان تصرف الجيش المصري للتخلص من الثغرة وحنعرف في الحلقة هل العرب ساعدوا مصر وسوريا في الحرب وقبل أن نبدأ ياريت تنور قراتنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وشكر وتقدير لكل من دعموا القناة وأصحاب العضوية الشرفية وأسماءهم على الشاشة فلو حابب دعم القناة من خلال مسل الانتساب والدخول في العضوية الشرفية ستجد الروابط في وصف الفيديو بعد هزمت العرب من الكيان الصهيوني في 67 وفقدت مصر سيناء بالكامل وفقدت سوريا الجولان وفقدت الأردن الضفة الغربية واستطاع العدو ببناء أكبر خط تحصيني في العالم وهو خط برليف بطول قناة السويس حتى يمنع فكرة العبور نهائياً للمصريين لاستعادة أرض سيناء وفي السادس من أكتوبر سنة 1973 ميلادية قامت بكل من مصر وسوريا بالهجوم على الكيان الصهيوني بهدف استعادة الأراضي العربية فقام المصريين بهجوم قوة الطائرات ثم بعد ذلك فرقة دبابات والمشاه وغيرها واستطاعوا بتدمير خط برليف الحصين وتم صحق الجيش الصهيوني ونجحوا المصريين بالسيطرة من 12 ل 15 كيلو متر من شرق القناة وهذا تنفيذاً لخطة سعد الدين الشازلي وهي المآزن العالية التي تنص إن الدفاعات المصرية المتواجدة غرب القناة تستطيع بضرب أي طائر العدو في مدى من 12 ل 15 كيلو متر شرق القناة وكانت الخطة كالتالي هو السيطرة على هذه الأراضي ثم نستمر مع العدو في معارك طويلة الأمد وهذا لا يستطيع العدو تحمله أما الجانب السوري فقام بهجوم قوي على منطقة الجولان المحتلة واستطاع بالسيطرة على بعض الأراضي حتى استمروا إلى 9 أكتوبر ثم بعد ذلك استعاد العدو قواته لاحتياطية ثم استطاع بهزيمة القوات السورية واستطاعت الطائرات الصهيونية بضرب مدينة دمشق واقتربت قوات العدو من العاصمة فأرسل الرئيس السوري حافظ الأسد إلى الرئيس المصري أنور السادات يطلب منه المساعدة بالضغط على العدو وتطوير الهجوم حتى يخف عنه الضغط حتى لا تضيع سوريا فعندها قرر السادات بتطوير الهجوم وخطته هي أخذ قوات احتياطية غرب القناة وتحريكها إلى شرق القناة والمشكلة أن وظيفة هذه القوات هي حماية مؤخرة الجيش المصري وعدم حدوث أي ثغرة يستخدمها العدو وأيضا يسعى قرار تطوير الهجوم هو التحرك بعيدا عن منطقة 15 كيلو متر والبعد عن مظلة الدفاعات المصرية طبعا هذا القرار رفضه سعد دين الشازري وكان سببه أن بذلك سوف تهلك القوات المصرية التي ستبعد خارج مظلات الدفاعات الجوية وتتدمر تحت طائرات العدو وأيضا عدم وجود قوات تحمي مؤخرة الجيش المصري من الممكن ذلك أن يتسبب في حدوث ثغرة وبهذا لا تستطيع القوات المصرية أن تنقذ الجبهة السورية ولكن السادات كان مصر على هذا القرار فطبعا كان قرار خاطئا عسكريا ولكن كان قرار سياسي ففي يوم 10 أكتوبر بدأت القوات المصرية بتطوير الهجوم فقامت كل من الكتيبتين المتواجدة غرب القناة بالعبور إلى شرق القناة والتحرك خارج مظلة الدفاعات الجوية فبعد ذلك دارت معالك شرسة استطعت الطائرات الصجونية بتدمير عدد كبير من الدبابات وصلت إلى 250 دبابة في يوم واحد لعدم وجود مظلة جوية تحمل قوات المصرية اضطلت القوات المصرية بالتراجع إلى منطقة التي تحميها مظلة الصواريخ وفي أثناء ذلك خلقت طائرة تجاسس أمريكية SR-71 دخلت إلى الأراضي المصرية على ارتفاع عالي جدا وصورت مواقع الحرب بالكامل وتمركز الجيش المصري واستطعت برصد نقطة فاصلة بين الجيش الثاني وجيش الثالث وتمثل ثغرة فيها فراغ تقدر القوات الصهيونية تمر من خلالها للضفة الغربية وتستطيع بتطويق الجيش الثاني وجيش الثالث وتمنع عنهم الإمدادات وبذلك يحول نصر المصريين إلى هزيمة صاحقة ملحوظة صغيرة إن الدفاع الجوي لم يستطيع أن يتعرض لهذه الطائرة بسرعتها الرهيبة وبعدها العالي فبعيدة عن قدرات الدفاعات المصرية فأصلا من يوم 9 أكتوبر استغاست الصهيونة بأمريكا التي عملت الجيش الثالث جوي من دخائر ومساعدات عسكرية فكانت الطائرة أو الدبابة الصهيونية التي تتدمر تأتي مكانها عشرة فأمريكا أرسلت الصور إلى الكيان الصهيوني ومكان الثغرة التي من الممكن أن تغير مسار العمليات فاجتمعت القيادة الصهيونية وقررت بخطة اسمها خطة الغزالة ومضمون الخطة كالتالي هي محاولة بعض القوات الصهيونية بإزاحة الجيش الثاني لبعض الكيلومترات وأن تلهيه في معارك متتالية مع وجود قوات صهيونية تقاتل الجيش الثالث وأيضا في نفذ ذلك الوقت تستطيع قوة عسكرية صهيونية أن تتسلل وتفتح ثغرة تستطيع أن تنصب الكباري وتعبر القناة وتدخل الدبابات والقوات الصهيونية الغرب القناة فيستطيع أن يسيطروا على مدينة السويس فبكده يطوقوا الجيش الثالث ويستطيعوا في نفس الوقت بتدمير مدينة الإسماعيلية فيطوقوا الجيش الثاني فبذلك يمنع من وصول امتادات عسكرية لكل الجيشين الخطة بدأت تنفيذها وبدأت قوات إسرائيلية بقيادة شارون تتحرك للضغط على الجيش الثاني ناحية الشمال بقدر الإمكان حتى توسع للقوات الأخرى بفتح ثغرة والعبور فالجيش الصهيوني دفع معظم قواته وأسلحته ناحية الجيش الثاني وتحديدا الفرقة 16 وهي فرقة مشاه والقوات الصهيونية التي تهاجم قوات مدرعة فطبعا من السهولة هزيمة هذه الفرقة لأن لا يوجد تكافأ فرص فمن هنا بدأت معارك المزرعة الصينية فعندما هجمت القوات المدرعة الصهيونية نحو الفرقة 16 تفاجأ العدو بهجوم عنيف غير عادي فاستطاعت قوات الفرقة بتدمير ما يقرب من 50 دبابة والفرقة 16 استطاعت بعمل خسائر رهيبة في الفرقة الصهيونية فالمعارك كانت بتستمر حتى الليل ولا تتوقف وقعت قوات العدو في خسائر لا تعد ولا تقصى ولكن بالرغم من الخسائر الرهيبة في العدو فكانت تأتيه قوات دعم مهولة من قبل أمريكا وتحالفاتها استطاعت الفرقة 16 بتدمير الجيش الصهيوني وكل فترة تجبرهم على الانسحاب ثم بعد ذلك يرجعوا بدبابات وأسلحة جديدة وتقوم معارك كر وفر فمن كثرة ضغط العدو على القوات المصرية بدأت دخيلة الفرقة 16 أن تنتهي وليس لها أي دعم من أي جهة اضطرت أن ترجع كام كيلو متر للشمال حتى تقدر تعود الخسائر وما تفقدش قوات أكتر بعد رجوعهم أتاهم دعم من القوات المصرية القريبة وهجموا مرة أخرى بكل قوة وعملوا خسائر كبيرة في صهوخ قوات الصهيونية في أثناء هذه المعارك استطاعت فرقة مظلات صهيونية وحوالي 20 دبابة أن ينصبوا الكباري على القناة وأن يعبروا القناة ودخلوا الضفة الغربية في غابات الدفرسوار واستخبوا فيها لكنهم ظلوا معزولين عن القوات اللي في الشر لأن الفرقة 16 رجعت بهجوم قوة عنيف وقطعت خط الإمدادات عليهم بعد إرسال عدة استغاسات من القوات الصهيونية إلى القيادة الخاصة بهم أرسلت إليهم لواء مظلي حتى يزيد من قوتهم ولكن اللواء المظلي كان من ضمن القسائر الفرقة 16 في معركة المسلع الصينية عملت قسائر مهولة في صحوف جيش العدو فبعد ذلك قررت القيادة الصهيونية بالدفع بالقوة الضاربة للمدرعات والدبابات التي تأتيهم من أمريكا حتى تنقذ ما تبقى من القوات الصهيونية في المزرعة الصينية طبعا الفرقة 16 المشاف استمرت 48 ساعة تقريبا في قتال مستمر بلا توقف والذخيرة اقتربت من الانتهاء فجيش جديد ودبابات قوية جدا استطاعت لأول مرة من بداية الحرب تعمل خسائر في صحوف القوات المصرية ودارت معارك قوية في ذلك الوقت ومن هنا أجبرت الفرقة 16 بالتراجع عدة كيلومترات ومن هنا استطاعت القوات الصهيونية أن توصل إلى القناة وعمل جسر عملاق وعبرت إلى الضفة الغربية عبرت حوالي 300 دبابة صهيونية إلى غرب القناة في ذلك الوقت عندما وصلت المعلومات إلى القيادة المصرية اقترح الفريق سعد الدين الشاغري خطة لتصفيت الثغرة ففكرته هي استعادة قوات من سيناء ويعملوا منورة عسكرية حتى يوصلوا إلى الديفرسوار مع تحرك قوات من الضفة الغربية لمحاصرة الثغرة ربعا السادات والمشير أحمد إسماعيل رفض هذا الاقتراح لأن ذلك سيكون انسحاب فسيكون له تأثير سلبي قوي جدا ومعنوي في الجيش وكمان تحدث فوضى وكارثة كما حصل في 67 وكان رد الشازري انها منورة بالقوات ولكن الامر ترفض مع استمرار الثغرة استطاعت قوات من العدو أن تعبروا قناة حتى وصلت إلى 900 دبابة فهدف العدو هو السيطرة على الإسماعيلية والسويس لتطويق الجيش الثالث والثاني فبعد العبور قسمت قوات الصهيونية إلى جزئين الجزء سيتحرك إلى الإسماعيلية والآخر إلى السويس فالقوات الصهيونية التي تحركت باتجاه الإسماعيلية وجدت هناك القوات الخاصة المصرية وقوات المدرعة والمدفعية واستطاعوا بعمل خسائر فادحة في قوات العدو وأجبروهم على الانسحاب لمشارف المدينة ومنطقة الدفلسوار أما القوات الصهيونية التي اتجهت جنوب الناحية السويس فوصلوا هناك ودخلوا السويس فوجدوها خالية تماما ويعمها الهدوء ظنوا أن أهلها قواتها انسحبوا ولكن فجأة ظهرت أمامهم القوات الخاصة المصرية والمقاومة الشعبية ورجال الشرطة وأطلقوا فيهم الضرب فاستطاعوا أن يستعدوا دبابة دبابة ويقتلوا الجنود الصهيونية من داخل البيوت فهناك دارت حرب شوارع رهيبة جدا فالقنابل والأربجهات بتنحدث من الأسطح والبركونات نجد الضباط والجنود الصهيونية تركوا دبابتهم ونزلوا يهربوا في الشوارع مزعورين كالفئران فطلع عليهم أهل السويس الأبطال والقوات الخاصة والشرطة واستضوهم واحد واحد وعملوا فيهم خسائر رهيبة فقوات العدو المتحاصرة في السويس أرسلوا استغاسة للقوات الصهيونية فأصدرت القيادة الصهيونية من الهروب العشوائي وخرج الجيش الصهيوني من مدينة الأبطال مدينة السويس وظل واقفا على مشارف المدينة في الخارج مدعيين إنهم محاصرين المدينة بعد هذه المعارك تم تطويق الجيش الثالث ولو استمر في ذلك سوف ينهار وأصدرت الأوامر من القيادة العامة لجيش المصري بخطة زكية تحمي الجيش وتعمل هي تطويق لجيش العدو المتواجدة في غرب القناة فكانت الأوامر كالتالي هي تحريك الجيش الثاني في اتجاه الجنوب وتحريك الجيش الثالث في اتجاه الشمال لسد الصغرى وتدمير الكبارة الصهيونية وقطع الامتادات عن قوات المتواجدة في الضفة الغربية ثم بعدها تحريك قوات مصرية من الاحتياط في الغرب من قوات صائقة ومطلات ومحاولة محاصرة القوات الصهيونية المتواجدة في هذه المنطقة ودارت معارك كبيرة في هذه المنطقة الدفلسوار قصر فيها الجيش المصري كثير ولكن استطاع من تطويق القوات الصهيونية بكده أصبح الجيش الصهيوني المطوق من قبل المصريين هدد الرئيس السادات إذا تم الضرب في الجيش الثالث المطوق ثم فيسحق القوات الصهيونية اللي في الغرب بالطائرات والمدافع المصرية وقوات الصاقة مع العلم أن القوات الصهيونية اللي في الغرب هم أهم كوادر للجيش الصهيوني وفي ذلك الوقت وجدت أمريكا أن الموقف خرج من السيطرة والجيش الصهيوني كاد أن ينهار فرفع حالة التهبب في الجيش الأمريكي وهددوا بالتدخل العسكري المباشر وفعلا تم تعبئة القوات الأمريكية وتحرقت قطع بحرية ناحية السواحل المصرية وتم رفع حالة التأهب النووي وبناء عليه قرر الاتحاد السوفيتي أن يتدخل قائلا لو أمريكا تدخلت في الحرب وحركت قواتها هي كمان هتحرك قواتها ومن ذلك من الممكن أن تحدث حرب عالمية ثالثة على أرض مصر فالعالم اشتعل وصدر قرار من مجلس الأمن وهو وقف إطلاق النار بين الفريقين خرجت القوات الصهيونية إلى قلب سيناء ونزلت قوات دولية بين القوات المصرية وقوات الصهيونية وثم بعد ذلك حدثت اتفاقيات ومعاهدات منها اتفاقية كامبي ديفيد في 17-9-1978 ميلادية التي تسمى بالتفاقية السلام اللي عليها علامات استفهام كثيرة وآراء مختلفة فلو حابين أن نتكلم عنها بالتفصيل اكتبونا ذلك في التعليقات وأخيرا مصر انتصرت في حرب أكتوبر واستعادت أرضها ودمرت قوات جيش العدو التي أخذت الدعم من أمريكا فلولا ذلك كان من السهل إبادة الجيش الصهيوني بالكامل حنتكلم أخيرا عن دور العرب في حرب 73 فعندما كانت القوات السهونية في قلب سوريا من اقترابها من دمشق تحرقت القوات العربية إلى سوريا التي جعلت العدو أن يتوقف التقدم ثم بعد ذلك وصلت القوات السعودية والأردنية وقبل هذه القوات وصلت القوات التجريدية المغربية فكانت أول قوات عربية تشارك الحرب مع سوريا ومصر وأيضا شاركت الجزائر بقواتها ورئيس الجزائري أعطى شيكا على بياض للاتحاد السوفيتي وقال له ضاع أي مبلغ للدعم العسكري لمصر وسوريا وأيضا شاركت تونس وليبيا والسودان واليمن أغلقت مضيق باب المندب والمقاومة الفلسطينية وضعت ألغام في طريق الجيش الصهيوني حتى تمنع تقدمه وأيضا دول الخليجة التي تندج النفط منعت تصدير النفط إلى دول التي تساعد الصهاينة في الحرب انتهت حرب أكتوبر باستشهاد 8525 عربي و19549 مصاب وقتل من القوات الصهيونية 10 ألاف والإصابات أكثر من 20 ألف وفي نهاية الحرب تم تدمير أسطورة الجيش الذي لا يقهر هذه المعركة تعتبر نقطة سودار الصهاينة فتم صحق الذكاء العربي على الصهاينة فلولا دعم الأمريكان عنهم لكانت هزيمة الصهاينة وصحق جيشهم بالكامل ابتبونا رأيكم عن الحلقة ويريد تنوروا قراتنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ويريد تشاركوا في القناة وتفعيلوا ذر الجرس وشير الحلقة كل الأصدقاء ويريد تشاركوا بقناتنا بالتيك توك بها ملخصات المعارك والقصص القصيرة ولو حابب دعم القناة من خلال ميس الانتساب والدخول في العضوية الشرفية ستجد ربط الميزة في وصف الفيديو أو من خلال حساب بايبال اشتركوا في القناة